أبطال من نصر جابسكي خطف محمد أبو جبل الأنظار طوال حياته منذ أن كان طفلاً في قرية الوسطى مركز الفتح بأسيوت برجولته وإقدامه وأخلاقه وكرمه كان الرجل الثاني في حراسة عرين المنتخب المصري لكنه لم يتكبر ولم يتململ وظل صابراً حتى تم استدعاؤه للذود عن مرمى المنتخب وقتها أثبت جدارته واستحقاقه لنيل شرف حراسة مرمى المنتخب ليصبح قاهر النجوم ومرعب المهاجمين بصلابته واللياقته ومهارته وذكائه لم يلعب أبو جبل سوى ثلاث مباريات فقط لكنه أكبر العالم على احترامه والإشادة به الآن يعلم كل متابع لكرة القدم من هو المصري البطل؟ محمد أبو جبل جابسكي